دفت إنجيل رفع بخور باكر لهذا اليوم هكذا فإن سر الصليب هو مثل طيار جارف يأخذنا وراء الرب بحسب قوله أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع هاجز الجذب هو قوة إلهية تشدنا وتجعلنا نتبع الرب ولكن ليس ذلك بعير إرادتنا فكل واحد منا بإرادته يدعى نفسه أما في مجال هذه الجوة أقوة جذبة وأما خارج مجاله هو نفسه قبل أن يضعون لحمل الصليب هو نفسه طوال فتر التجسد على الأرض عاش حاملا الصليب منذ ولادته أراد هيرودوس أن يقتله فهرب مع أمه إلى مصر ولما بدأ رسالته احتمل تعب الخدمة ولم يكن له أين يسند رأسه وعاش حياة ألم كما قال عنه أشعياء النبي إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن أي مختبر الألم نلقى التهضات مرة من اليهود ففي أحد المرات تناولوا حجارة ليرجموه وده اللي بيقدم لهنا اللي تقدمهن كيسة النهاردة الفاصل اللي بيقرأ لإنجيل الأداس من بشارة معلمنا يوحن البشير الإصحاح العشر بيقول فيها السيد المسيح كما قلت لكم خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي أنا وأبي نحن واحد ولما قال هذه العبارة أنا وأبي نحن واحد يقول كده كتاب أخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه لأنه هنا أعلن مساواته بالله الآب في بداية هذا الفصل يقول وكان في ذلك الزمن عيد التجارة عيد التجديد في أرشاليم ده بداية الفصل دوت وكان في ذلك الزمن عيد التجديد في أرشاليم لكن لماذا اختارت الكنيسة هذا الفصل الفصل اللي تقدمه لنا في عيدي الصليب سواء في عشر برام عبد ألف وسبعتاشر توت عيد التجديد هو احتفال وضعه يهوزة المكبي يوم مجدد الهيكل الذي خربه أنتي وخسيني بفانوس اليوناني وكان هذا العيد هو رمز لتجديد الإنسان بالمسيح بعد أن استعبده إبليس وأفسد طبيعته إذا هو احتفال بتجديد الهيكل والانتصار على اليونانيين وصار هذا هو رمز وإشارة لتجديد أرشاليمانا الداخلية مش الأرشاليم اللي هي جغرافية لكن أرشاليمانا الداخلية أي حياتنا التي تجددت بعمل الصليب أو بالصليب فصلنا هياك لله والمسيح فينا حياتنا كانت خيالات اليهود في هذا اليوم أن يعيد المسيح هذه الانتصارات ويهزم الرومان وقتها فكان هذا العيد يصير فيهم ذكرات سياسية فظنوا أن المسيح يفعل هذا واليهود كان لهم أمورهم الدينية المتدخلة مع الأمور الوطنية وحاول المسيح أن يحاول نظرتهم إلى نصرته التي ستتحقق بعمل الصليب والصليب أيضا نراه في حيات القدسين فتلميذ المسيح أيضا وضعوا الصليب أمام عينهم كرزوا به باستمرار مثل قديس بوليس الرسول يقول كده ولكننا نكرز بالمسيح مصلوبا ما قالش حتى مقاما قال نكرز بالمسيح مصلوبا مع أنه لليهود عثرة ولليونانين جهالة ده فرسالة بوليس الرسول الأولى إلى أهل كورنسوس الصح الأول وده الفصل اللي بتقدمه لنا الكنيسة النهاردة في قراءات القطمارس لأداس هذا اليوم يقول نكرز بالمسيح مصلوبا مع أنه لليهود عثرة ولليونانين جهالة ترجمة نانسي قنقر